بسم الله الرحمن الرحيم نوادر القرآن وكلمة يلهث كلمة يلهث لم ترد في القرآن الكريم إلا في آية واحدة وتكررت فيها مرتان وهي قوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون بسورة الأعراف وكلمة يلهث معناها أخرج لسانه من شدة العطش فهي في الأصل تستعمل عندما يجهد الإنسان ويخرج لسانه من حرارة العطش كأنه يتبرد به واللهاث أو فعل لهاث ينطبق على الإنسان وعلى غير الإنسان من البهائم والحيوانات وهذه الآية لها مثل عظيم سوف نتطرق إليه بعد قليل هذه الآية جاءت في سياق مقطع يتكون من ثلاث آيات يذم الله سبحانه وتعالى فيه رجلا آتاه علما عظيما ومعريفة كبيرة به إلا أنه لم ينتفع بعلمه وظل السبيل وظل نفسه واتبع هواه وأختلف في اسم هذا الرجل فقيل أنه اسمه بالعام ابن بعورة من بني أسرهيل والله أعلم بذلك ولفهم سياق هذه الآية وهذه الكلمة لابد من معرفة المقطع كاملا يقول الله سبحانه وتعالى وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون فهذه الآية إذن يلهث معناها يخرج لسانه من شدة العطش أو من شدة الجهد وهذا الأمر هو جبلة في الكلاب في طبيعة الكلاب فإنه على طوال حياته وعمره يلهث سواء كان عطشان أو غير عطشان سواء في جميع الحالات وهو يلهث ولإذن هذا قال الله سبحانه وتعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وتحمل هنا كلمة تحمل ليس معناها أنك تضع شيئا على ظهره لا هنا تحمل معناها تهجم وتطرد وتزجر هذا معنى الحمل هنا وله هذا يقال حمل عليه حملة شعواء أي هجم عليه يقول حمل القوم عليهم أي هجم عليهم فالحمل هنا بمعنى أنك تهجم عليه وتطرده وتزجره وتصيح به فيبتعد عنك فإن فعلت هذه الحالة لهث هذا الكلم وقد يكون هذا الأمر تلهث به أيضا الحيوانات الأخرى لأنك عندما تحمل عليها تهرب منك فتجهد فتلهث أو تتركه يلهث وإن تركته ولم تهجم عليه وتركته في راحة فهو يلهث فهو في جميع الحالات يلهث فإذن هذا اللهاث هو جبلة فيه فمثل الله سبحانه وتعالى هذا الرجل الذي آتاه آياته والدلائل والبراهين والعلم العظيم فانسلخ منها أي خرج منها وانفصل عنها ولم ينتفع بها وخالفها وعندها فأتبعه الشيطان أي أدركه فأغواه وسيطر عليه فكاننا الغاوين أي من الظالين ولو شئنا يقول الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها أي رفعناه بهذه الآيات العظيمة والعلم الغزير الذي كان عنده ولكنه أخلد إلى الأرض أخلد أيمال إلى الدنيا وركن إليها هذا العالم الكبير النحرير الذي كان يشعر عليه بالبنان وكان يضرر فيه المثل في علمه أخلد إلى الأرض أيمال إليها واغتر بها وأعجب بها واتبع هواه إن قاد إلى هواه إن قاد إلى ما يريده الهوى منه وإن قاد إلى شهوات الدنيا السفلية وترك معالي الأمور فمثله كمثل الكلب صار هذا الإنسان مثله وهذا العالم إن تدعوه إلى الهدى يلهث أو تتركه يلهث وإن تركته فهو ظالم مستمر في ضلاله مستمر في عطشه إلى الدنيا يلهث خلف الدنيا سواء هجمت عليه دعوته ونصحته فإنه يستمر في دهاته وإن تركته فإنه يستمر في دهاته نحو الدنيا نحو الشهوات لا يرعوي لا يقبل نصيحة ناصح في سكرة من سكراته وهذا مثل بديع ربه الله لعلماء السوء وللمنتكسين وللمنصرخين من الدين إن الله سبحانه وتعالى ضرب لهم هذا المثل وتأمل كلمة سلخ إن الانسلاخ حقيقته وخروج الجسد الحيواني من جلده عندما يصلخ فالسلخ في الحيوان هو حقيقة ويعني الانفصال الكامل والتغير الكامل فاستعير هذا الانسلاخ إلى من تلبس بالعلم وصار زيه وثوبه وعرف به ثم فارق ذلك بالكامل فكأنه سلخ من العلم كأنه سلخ من العلم فتأمل هذه الآية وبلاغتها ومما يستفاد من هذه الكلمة العظيمة في القرآن أن الحية لا تؤمن عليه الفتنة فإنك قد تجد الإنسان عالماً عظيماً كبيراً أو طالب علم أو ممن له اهتمام منذ العلم وله دروس وقد يكون فتاة من الزمن يضرب به المثل في علمه وفي ثباته على الدين إلا أنه قد يضل قد يتبع هواه ويخلد إلى الأرض والإخلاد هو النزول الإخلاد هو البقاء والتمسك والتشبث في الأرض وشهواتها ومطامعها وينسى الرقي إلى الله سبحانه وتعالى والصعود إلى السماء بالعلم وطلب الدرجات العالية ينسى إلى ذلك وينقلب يتسفل في طلبه إلى الأرض فإذن هذا هو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى يعالم السوء الذي انسلخ من علمه وعاند علمه وانقلب على رأسه وانتكس وكل متكس يكون له نصيب في هذا المثل إذن لا تغتر بعلمه فإن رجالا قبلك قد أوتوا من العلم ما لم تؤته أيها الإنسان ومع ذلك انتكسوا ولم ينتفعوا بعلمهم فنعوذ بالله من علم لا ينفع فإن هذا من العلم الذي لا ينفع فإن العلم الذي لا ينفع هو عاند وعلم نافع في ذاته إلا أن حامله وصاحبه لم ينتفع به فنعوذ بالله فإن هذا العلم صار حجة عليه أو علم لا ينفع أي من فضول العلم وحواشيه وليس من أصوله فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وأيضا لا تستشرف إلى الفتن فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام على الفتن من تشرف لها تستشرفه أي من تطلع لها اختطفته ومن الناس من يرى إذا كان عالما وعنده علم وصار يشار له أو بالبنان يرى أنه جاز القنطرة أي أنه لن يفتن فإن الفتن يراها ما تكون إلا الجهلة والعامة أما هو فقد حازى العلم وهذا الكلام غير طهي بل الفتن في العلماء أشد وتسلط الشياطين ومحاولته للإغواء أعظم عند ذلك يتطلع الفتن ويرى أنه بمن جاتل منها وأنه محصن فلا يدر إلا وقلبه ينتكس وينقلبه شيئا فشيئا حتى ينسرخ من العلم بالكامل وكم نعلم وكم رأينا من أناس كانوا يعدون من العلماء في الظاهر ويضرر فيهم المثل ويحدث فيهم في طلاقة لسانهم وغزارة علمهم وانطلاقهم كيف انتكسوا وكيف انقلبوا وصاروا والعياذ بالله كالكلاب كما وصفهم الله يلهثون خلف الدنيا شبهم الله بالكلب وهو من أخس الحيوانات وأمهنها وأكثرها طردا وزجرا يطرده الناس حارس لهم يستعملونه صار هذا العالم أو طالب العلم أو ذلك الداعية أو ذلك الذي له اهتمام في الخير والعلم والهدى صار يلهث حرارة العطش حرارة الشهوات وحرارة الإقبال على الدنيا يلهث خلف المناصب يلهث خلف الرواتب يلهث خلف متاع الدنيا ترك العلم وانسلخ منه فصار مثل الكلب يلهث هنا ويلهث هناك ولا يشبع ونعطي منصبا وعطي مانا وعطي شهرة يتطلب المزيد وصار يعني كالمسعور كالكلب المسعور الذي يلهث ويهجم هنا وهنا يريد ولو عظمة ليس فيها إلا شيء يسير من اللحم أو من دسم اللحم يعظها ما صار له تلك الهمة العالية إن عدمت فيه تلك الهمة العالية والرقيل الدرجات صار شيئا آخر بعد أن كان يضرب به المثل في الرقي والزهد والورع والعلم صار لاهثا خلف الدنيا ينافس فيها أشد مما ينافس مما يتكالب عليها أهلها ولا يظهر بشيء ذوبال أو ذيبال ويأخذ منها ولا يشبع ولا يكفي فيه يستمر فيه اللهات فقره بين عينيه العياذ بالله يلهث وراء تلك القناة وراء تلك النظرية وراء تلك الألقاب يريدوا يريدوا أن ينغمس في الدنيا وشهواتهم فإذن فالعلم عندما يأخذه الإنسان ويطلبه قد يكون في أثناء طلبه دسيسة سوء أو رياء أو رغبة في الدنيا في الإنسان يأخذ العلم للهدى الانتفاع لكي يرفع الجهل عن نفسه لا يأخذ للمجادلة يجادل به الناس ويستعرض بقوته العقلية أو يأخذ للمصاور يصول به على الناس ولا يأخذ لأجل المناصب ولا يأخذ لأجل المراتب ولا يأخذه ويطلبه لأجل حضوض الدنيا بل يخلص نيته لله يفرغها ويطهرها ويزكيها ويتعاهدها فقد تكون نيته صحيحة في يوم من الأيام ولكنه أهملها ولم يتعاهدها فدخلتها الفتن والرياء ولم يدري عن نفسه وتأمل لهؤلاء المنتكسين وكيف صاروا كالكلاب اللاهفة النابحة بعد أن كانوا من أهل العلم ومن منافحين عن الإسلام صاروا كالكلاب النابحين على الإسلام والعياذ بالله ما يترك مناسبة ولا منبرا ولا مقابلة ولا شيء إلا ويهجب عن الإسلام ويلهذ خلف المناصب وينبحوا على ما كان عليه بالأمس من العلم والهدى في ذلك وهو ما يزداد إلا احتقارا وسفالا بين الناس والعياذ بالله تأمل مثلا حال عبد الله القصيم عندما كفر وارتد والحد انظر كيف صار مثل الكلب والعياذ بالله يلهث وينبح خلف الدنيا وخلف الألقاب وينبح على الإسلام ويذم ما كان عليه بالأمس تأمل أمية بن أبي الصلت لزمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان ممن علم بوجود النبي عليه الصلاة والسلام القرب بعثته وتمنى أن يكون ذلك النبي قد سافر إلى الشام وطلع على كتب اليهود والنصارى ورأى العلامات التي تدل على قرب هذا النبي الخاتر فعندما تبين له أن النبوة صارت لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام عاند واتبع هواه وأخرد إلى الأرض وغلب على قلبه الحسد فصار يلهث خلف هذه الدنيا وصار يؤيد المشركين وصار يهجو وكان شاعرا وصار يهجو النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين كالكلب النابحي والعياذ بالله حتى هلك في ذلك وانظر إلى حال اليهود كيف صاروا كالكلاب اللاهثة في كل زمان منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا اليوم وما قبله فإنهم يلهثون وراء المال يلهثون وراء الحياة يلهثون ما يشبعون منها كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إن هجبت عليهم أو نصحتهم يلهثون على الدنيا وإن تركتهم ما زالوا يلهثون إن لم يكن لهم مال أو لم يكن لهم هؤلاء اليهود في أزمنة كثيرة إن لم يكن لهم مال ولا قوة ولا وكانوا فقراء يلهثون خلف الدنيا وإن صارت لهم الأموال الهائلة التي جمعوها عن طريق الربى وأكل الأموال بالباطل فما يزالون يلهثون إلى هذا اليوم وفقرهم بين أعينهم تجد اليهود يملكون المليارات من تجارهم وأثريائهم وتجده حريصا على هذه الدنيا محاسبا فيها حسابا يحاسب موظفيه وعماله حسابا عسيرا ولو نقص شيء يسير جدا من مكاسبه الهائلة تجده يضيق ذرعا بذلك ويلهث ويتخبر ولا يسمع بفرصة أو يتوأهم فرصة إلا يتحسر عليها إذا فاتت مع أنه قد أخذ المليارات ولكنه يلهث إن كان غنيا يلهث خلف الدنيا وإن كان فقيرا يلهث خلف الدنيا والعياذ بالله وانظر إلى حال المرتدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف صاروا يلهثون خلف هذه الدنيا ولم ينالوا منها شيئا إذن اللهاث الكل هو حالة خاصة فيه لا يشاركه أحد من الحيوان بذلك لتركيب في خلقته فإنه يقال أن مجرى النفس عنده ضيق فلا يزال يلهث باستمرار كأنه يتبرد ويستريح بهذا اللهاث فهو يدل على استمرار الشيء ليوجود سببه أو عدمه وتأمل في حال فرعون فإنه كان يلهث في ذلك وهذه أمثلة مشابهة لهذه الآية وإن لم تكن تنطبق على هذه الآية فإن تنطبق على حال واحدة ويحال ذلك العالم الذي علم العلم ثم انتكس على رأسه فتأمل فرعون كيف أنه استيقن أن موسى مرسل من عندي ربه لكنه استمر على كبره وعلى عناده وعلى تقتيله لبني إسرائيل واستمر على حربه لموسى عليه السلام يلهث قبل أن يولد موسى يلهث في ذلك وبعد أن بعث موسى ورأاه ما زال يستمر على عناده وعلى كبره في ذلك وهذه الآية الجليلة العظيمة افتنى علماء التفسير في بيانها لأنها آية من جوامع الكلب آية تحوي على معاني على معاني غزيرة جدا فتفنن العلماء في عرض ذلك وقد اطرعت على كتب التفسير وجدت من ذلك عجبا عجابا في بياني هذه الآية وتفنني العلماء والمفسرين في تبييني هذه الآية وهذه الكلمة النادرة في القرآن التي جاءت في هذه الآية فمن ذلك ما جاء في تفسير المختصر في قولهم وقرأ أيها الرسول على بني إسرائيل خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فعلمها وفهم الحق الذي دلت عليه ولكنه لم يعمل بها بل تركها وانخلع منها فلحقه الشيطان وصار قريلا له فأصبح من الهالكين ولو شئنا نفعه بهذه الآيات لرفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها يرتفع في الدنيا والآخرة ولكنه اختار ما يؤدي إلى خذلانه حين مال إلى شهوات الدنيا مؤثرا دنياه على آخرته فاتبع ما تهواه نفسه من الباطل فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهثا في كل حال إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث ذلك مثل القوم الضالين لتكتيبهم آياتنا والعياذ بالله وقال الشيخ عبد الرحان السعدي رحمه الله يقول الله تعالى لنبيه أتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا علمناه كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحرير فانسلخ منها فأتبعه الشيطان انسلخ من اتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات فترك هذا كتاب الله وراء ظهره ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب وخلعها كما يخلع اللباس فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان أي تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافرين فأزه إلى المعاصي أزه ولو شئنا لا رفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها في ارتفعه في الدنيا والآخرة يتحصل من أعدائه ولكنه فعل ما يختضي الفضلان فأخرد إلى الأرض أي إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية واتبع هواه وترك طاعة مولاه فمثله في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث لا يزال لاهثا في كل حال وهذا لا يزال حريصا حرصا قاطعا قلبه لا يسد فاقته شيء من الدنيا الله أكبر أي لو أخذ الدنيا بأكملها وعطيت له ما يزال لاهثا طالبا لها عبدا لها والعياذ بالله وجاء أيضا في هذه الآية كلام جليل جدا لابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير وعطال النفس في تفسير هذه الآية وبينا بلغتها وصور التشبيه وفصل في ذلك تفصيلا متين وجيدا ومما ومن تعرض لهذه الآية وأجاد إجادة بليغة في الحديث عنها ابن القيب رحمه الله فأنه قال في هذه الآية فشبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على لغاه ودنياه على آخرته والمخروق على خالق بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا وأخسها نفسا وهمته لا تتعدى بطنه وأشدها شرها وحرصا إلى آخر ما وصف به حال الكلب ثم قال وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لهذه سر مديئ أتأمل قوله وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان بشدة لهفه على الدنيا انقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة فهو شديد اللهف عليها ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى ثم قال فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له وقال عن بعض السلف أن مراده أن الكلب منقطع الفؤاد قال ابن قيم مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهف وهكذا وهكذا سلخ من آيات الله لم يبقى معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف عليها فهذا يلهف على الدنيا من قلة صبره عنها وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء ثم قال وذلك وعلى كل حال وعلى كل حال فهو من أشد الحيوانات لهثا يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا وذلك لشدة حرصه فحرارة الحرص في كبده توجب له دواما لهث فهكذا مشبهه شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دواما لهث فإن حملت عليه الموعظة والنصيحة فهو يلهث وإن تركته ولم تعظه فهو يلهث قال مجاهد رحمه الله وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به وذكر من كثير في تفسير هذه الآية فقال وقيل معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء كالكلب في لهث في حالته إن حملت عليه وإن تركته هو يلهث في الحالين فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه كما قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وبالتأمل أيها الإخوة تجد في هذه الآية قوله تعالى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياته وفي سورة الجمعة يقول الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فتأمل في آية تشبيه في آية سورة العراف قال الله ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وفي سورة الجمعة قال الله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فهذه عاقبة من كذب بآيات الله ولم يعمل بها بعد أن اطلع عليها وعلم صدقها قال ابن قيم رحمه الله قال فتأمل أن الله سبحانه وتعالى شبه علماء السوء والمنحرفين ممن عرفوا العلم وزاغوا شبههم بالحمار بسورة الجمعة وهو أبلد الحيوان فهو مثل من حمل العلم بلا معرفة ولا فقه ولا عمل ولا رغبة في العمل وهذا مثل اليهود الذين حملوا التوراة الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وشبه العالم الذي علم وعرف الحق وفقها وفهمه لكنه انحرف عنه وزاغ بعد ذلك فشبهه بالكلب وهو مثل العالم الذي آتاه الله العلم وفقهه ثم انسلخ منه واتبعها واتبعها وتأمل هذه التشبيهات حتى قال أحد العلماء والسلف في هذه الآية آية ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ولو شئنا ولو شئنا لا رفعناه بها قال هذه أشد آية على العلماء قال هذه أشد آية على العلماء لأنها تخوفهم بأن لا يقعوا في مثل هذه الحال ومن يضمن لهم أن لا يقعوا في هذه الحال ثم يقول الله سبحانه وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون أي الله سبحانه وتعالى يأمره بأن يقص هذه القصص للعبرة والاتعاذ على هؤلاء اليهود فإن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لرجل منهم يعرفون قصته فهم مشابهون له أن هذا الرجل كان عنده العلم ولكنه انسلخ منه واتبع هواه واخد إلى الأرض فصار مثل الكلب الله خلف الدنيا وأنتم أيها اليهود الذين دعاكم النبي عليه الصلاة والسلام صرتم مثل هذا الرجل الذي هو منكم وتعرفونه فصرتم انسلخت من العلم الذي معكم وكنتم تعلمون أن هذا نبي وأنه قد دنى زمانه وهذه العلامات النبوة ينطبق وصفه ونعته كما في الكتاب عندكم فلما لم تؤمنوا به لما أخرتم إلى الأرض لما اتبعتم هواكم ولم تؤمنوا به عصبية لعرقكم أو لأنه لم يأتي بالأحكام التي توافق هواكم وصرتم يضرب فيكم المثل في اللهاث على الدنيا والحرص عليها والجشع فيها يود أحده لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من عذاب أن يعمر تحبون الحياة ولو في أمهن الأشكال كما قال الله سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر من شدة حرصهم على الحياة وعلى متع الدنيا السفلية وعلى وعلى توافه الأمور وسفاسفها وعلى الجشع الذي هم فيه من شدة حرصهم يودون منهم من أحرص الناس على حياة يودوا أحدهم لو يعمروا ألف سنة حتى يستمتع بالدنيا ويذوق جميع ملاذها لا هم له في الآخرة همه كله في الدنيا متشبث يريد أن يمتص لذات الدنيا إلى آخر رمق يعني يغادر الدنيا وهو مغبول متحسر عليها لأنه لم ينى الجميع لذاتها عنده من المال الكثير لكن عمره لا يكفي للتمتع بملاذ الدنيا يود لو يعمر ألف سنة يود لو يتأخر الموت عنه لا هم له في الآخرة ولا فكرة له في الآخرة ولا رجاء له في الآخرة فاقصص القصص لعلهم يتفكرون يتذكرون يرجعون إلى ربهم وهذه عظة لكل عالم ولكل مسلم ولكل شخص عرف الحق أن لا يكون مثل هذا الرجل الذي كان بإمكانه لو اتبع الحق أن يرفعه الله ولكنه أخلد ورمى نفسه إلى حضيظ الشهوات وحضيظ الدنيا إذن فاقصص القصص لعلهم يتفكرون الله يأمر بهذه القصص أن فيها ذكرى فيها فكر فيها عبرة خاصة في مثل هذا الزمن التي تكثرت فيه الفتن وانقلاب الأحوال والانتكاسات فأن هذه القصص تثبت الإنسان توقظه والله وأقول والله إن كثيرا من المنتكسين صاروا مثل الكلاب اللاهظة والعياذ بالله نابحة على دينه وعلى الإسلام لاهظة خلف الدنيا يهيل نفسه ويذلها ويريق ماء الكرامة والعزة أتى ينال لعاعة حقيرة عرضا من الدنيا يبيع دينه ينال عرضا من الدنيا يتقلب من مذهب إلى مذهب ومن حزب إلى حزب ومن حال إلى حال ومن فتنة إلى فتنة ينقلب من فتنة إلى فتنة يريد أن ينال هذه الحظ وهذا المال ولا يناله وفقره بين عينيه ولا تبرد حرارة الحرص الذي في صدره ثم يقول الله سبحانه وتعالى وساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون يقول ما أسوأ هذا المثل وحقا ما أسوأ هذا المثل أن يشبه الإنسان بعد أن كان يقارب الملائكة في علمه وهديه وسمته وعبادته صار مثل الكلب المهين اللاهف ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا بعد أن علموها وعلموا صدقها وأنفسهم كانوا يظلمون فقد ظلموا أنفسهم ظلبا عظيما بأن انحدروا من هذه الرتبة العظيمة رتبة العلم رتبة الإنسانية إلى هذا المثل مثل الكلب اللاهي والعياذ بالله ثم يقول الله سبحانه وتعالى في هذا المقطع من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الله أكبر من هداه الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا إن الله سبحانه وتعالى أعطاك من المشيئة التابعة لمشيئته ما تعرف به الحق والباطل وما تقدر على اتباع الحق أو اتباع الباطل ولكن غالبة الهوى عليك هي التي جعلتك تظل عن الطريق فزادك الله ضلالا وإضلالا لذلك وأما من طلب الحق وتوقاه ودعا ربه بذلك فما أحراه بأن يهديه ربه إلى طريق الحق فيكون هو المهتدي إذن خلاص الحديث أيها الأخوة أن كلمة يلهث لم ترد في القرآن الكريم إلا في آية واحدة وتكررت مرتان في نفس الآية وهي كلمة نادرة بيّن معناها بأن اللهات في أصله وإخراج اللسان لشدة العطش والجهد وأن الله سبحانه وتعالى شبه هذا المثل شبه به العالم الذي عرف الحق ثم انسلخ منه واتبع هواه ولم يعمل بعلمه ولم ينتفع به شبهه بالكلب بحالة لهذه فإنه يلهث إن هجمت عليه وتركته وأبعدته أو تركته ولم تتعرض له فإنه يلهث الحالين فهذا العالم سواء عليه أو عظته فإنه يلهث خلف الدنيا أو لم تعظه فإنه يلهث خلف الدنيا وهذا المنتكس إن نال شيئا من الدنيا فإنه ما يزال يلهث وإن لم ينل منها فإنه لا يزال يلهث جعل الله تقره بين عينيه وجعل الله سبحانه وتعالى جعله في أمهن صورة وأخصي حال تشبيهه في الكلب والعياذ بالله ومهما نال من هذه الدنيا ومناصبها فإن الحرص الذي صار فيه وشدة الشهوة إلى الدنيا والميل إليها إن تكون مثل النار في جوفه فلا يزال يلهث خلف الدنيا مهما نال منها فإنه لا يشبه فلعياذ بالله فيكون معذبا بهذا اللهاث وهذا العناء الشديد والشقاء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الهدى وأن يجعلنا ممن علم فعمل وعلم وأن يجعلنا من أهل العلم الذين انتفعوا بعلمهم ولم ينسرخوا منه هذا ما تبين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا